اشتركوا في القناة حول هذه القطعة سفحة 71 سفحة 71 في كتاب النشاط اكتبتي بوك سؤال اكس اخير نقول اول يعني فعل مشتق من الاسم اخترع نقول invent يخترع اذا نشيل الشن وغالبا كثير من الاسم بس نشيل الشن اللي هي تي اي اون يتحول الى فعل قارب كبير ما هو هذا القارب الكبير شب يعني سفينة قارب كبير سفينة سنة التالية نقول سنة التالية او سنة المقبلة اذا الانيكس سنة التالية سنة التالية كم بعد مكان عن مكان اخر شي سموه هذا البعد يسموه دستانس مسافة دستانس باير في البداية حسب ما شرحنا القطاع انه شستخدم بالبداية تليفون وايرز وايرز اسلاك الهاتف تليفون طب احنا بالعام نقول واير واير يعني سلك تسين بكتر لرسال صور ثم راديو شي استخدم بعدين راديو ويز الموجات الراديوية نجعى التمرين بي ترو فولس جون باير دايد ان 1888 هذه محلولات توفى عام 1880 فولس حقيقة هاي السنة هي سنة ولادته توفى عام 1946 باير سين موين بكتر ارسل صور متحركة الى امريكا في عام 1928 طبعا هذا السنة ما موجودة بالقطعة موجودة 1927 بس قالنا the following year اللي هاستخدناه هنا the next year the following year يعني السنة التالية بعد 1927 يجي يجي 1928 ارسل بي صور متحركة لامريكا ذا الجواب true صحيح اذا هاي السنة نستنتجها ما موجودة بالقطعة موجودة 1927 وكاتبنا the following سنة التالية يعني هاي ارسل صور متحركة الى امريكا فنقول جواب true 3 3 ماركوني ماركوني اخترع التليفون الجواب خطأ طبعا false نقول Alexander Bell هو اللي اخترع التليفون 4 ماركوني استخدم موجودة الراديو لنقل الصوت الجواب true صحيح in 1902 عام 1902 ماركوني سنت راديو ميسج لامريكا ارسل رسالة راديوية الى امريكا جواب false ارسلها الى انجلند الى انجلترا الجواب الصحيح قرارت الى انجلت انجلت في Ferguson